اشتركوا في القناة بين ورززات وفمس جيد المسار لا يزال مغلقا والانطار تنقذ حوضة ملوية وترفع الحقينة الى اثنى من 34% ثلاثة صدود في الشرق بنسبة ملء تصل الى مئة بالمئة ضيفتنا من وجدة مديرة وكالة الحوض المائي ملوية اشتعال الجبهة اللبنانية الاسرائيلية تل ابيب استهدفت جوان ثلاثمائة هدف لحزب الله في غاراتها في جنوب لبنان وشرقه في تصعيد غير مسبوق وتحت ضغط هذا التصعيد بيروت تغلق المدارس في المناطق المستهدفة في ظاهرة تنضم الينا جهان الدبلالي من احدى النقاط الخارجية في الدار البيضاء مع انطلاقة العمل بالخطين الثالث والرابع للتراموي العاصم الاقتصادي اهلا بكم اكد لنا المدير الجهوي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بتاتا انه تم صباح اليوم العثور على جثة احد المفقودين في فيضانات تاتا لتصل الحصيلة المؤقتة الى حدود هذا الصباح الى تسعة قتلى فيما عدد الاشخاص الذين لم يعتر عليهم الى حدود الان هم سبعة وفق مصدر عن التجهيز فان جميع الطرق فتحت في وجه حركة المرور بتاتا باستثناء الطريق الرابط من فمسجيد وورزات المسار لا يزال مغلقا الى حدود اليوم عبد الفتح تصل فرق الانقاذ واتقم وزارة التجهيز الليلة بالنهار للبحث عن مفقودين جراء فياضنات والتاتا اضافة الى تجهيز الطرق والمسارات في الوقت الذي بدأت بعض العائلات باحصاء خسائرها بعد ليلة صعبة الجمعة واستبت الماضيين ادت الى انهيار كل او جزء في بعض البيوت اضافة الى خسائر فادحة في القناطر في السياق المتصل تمكنت فرق الانقاذ من تشال جوتتين جديدتين ليصل العدد لتسع جوتتين فيما البحث ما زال جاريا عن سبعة اشخاص اخرين اترحالات سقوط حافلة للركاب حيث تم انقاذ 13 شخصا نتيجة التدفقات الفيضانة الاستثنائية التي عرفتها المنطقة والتي انعشت بالمقابل حقينة مجاري المياه حيث بلغت حمولة وططة مثلا 2300 متر مكعب في الثانية وكذلك وتزيد 1900 متر مكعب في الثانية ايضا مفتوح المسار الطرقي لكنه تدرر بشكل كبير وواضح اتحدث هنا عن الطريق الرابط بين الريش واملشيل رحلة الصائقين تحولت الى معاناة بسبب تدرر هذا المسلك الطرقي الممتد على قرابة مسافة تصل الى 130 كيلومترا الرابط لحسن سكوري وفي المتابعة رحمة الحنة عسيرا يصير التنقل بين الريش واملشيل كلما جدت السماء بامطار تحيل سيولها الطريق بين النقطتين الى مقطع وعر غير سالك يرهق عابريه مقاطع قد تتضرر بشدة واخرى قد تقطع تماما الى حين اعادة فتحها لتطول مدة الرحلة الى ساعات ثمان تقريبا بدل اربع في العادة وفق السائقين معاناة يومية لمفر منها فالطريقة هي الرابط بين املشيل في اعالي الاطلس المتوسط ومدينة الريش على مسافة 130 كيلومتر تقريبا كانت مشافة فوق الجبال وشي بلايس قاعدة 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 مرة كان طالب من السلطات تدخل عاجل لإصلاح الطريق هذه لكتعتبر الشريان الوحيد لساكنة املشيل وبتضررها المتكرر يصعب طي المسافة بين المنطقتين الواقعتين بتراب جهة درعة في لالت ما يلقي بالضرورة بظلال ثقيل على مختلف الأنشطة هناك والخدمات بما في ذلك التنقل نحو الأسواق والمراكز الصحية وكما أشرت من قبل في العنوين أمطار الشرق تنقذ حوض ملوية هذا الحوض بعدما عانى مؤخرا من جفاف حاد التساقطات المطارية رفعت من منسوب الماء بالحوض الواردات المائية فاقت 34% بمجموع يصل إلى أزيد من 274 مليون متر مكعب ثلاثة صدود بالجهة أي بجهة الشرق بنسبة ملء تصل إلى 100% يتعلق الأمر بسد ودزة في سيف وركزة وليلة ماطرة جدا عاشتها وجدة البارحة عبد الحميد مرابط نهاية أسبوع ماطرة بالمدينة الألفية وجدة ففي ظرف أقل من ساعة تسببت زخات رعدية قوية صاحبها هبوب رياح وحبات برد في إغراق أزقة وشوارع المدينة بالسيول والبرك المائية التي أربكت حركة المرور لسويعات بسبب عدم تحمل قنوات صرف مياه الأمطار لحمولة الماء القوية كما هو الحال هنا في حي السلام ضواحي وجدة الحمد لله هذه مدة ليست في نجاح تشتها وهذا اللي عم طاحت بغاز الحمد لله ولكن كان المشكلة لقنوات تصرف المياه كمسدود في بعض الأماكن في وجدة التي عرقلت حركة السير وهذا تشتن جهدات برق الله فيها تمرير فيها كل شي والله يقوم الخير في كل البلاسة بدون أضرار مرت هذه التساقطة المطرية التي بلغت 25 مليمترا في ظرف وجيز أمطار نفخت روح الحياة في كثير من الأودية التي أطبق عليها الجفاف لسنوات كما هو الحال هنا بالواد النشف أحد روافد واد إسل الذي يخترق المدينة تبارك الله هذا الخير نتعلم الخيرات تبارك الله هذا الود النشف وهذا المدينة تبارك الله ما شدنا هذا العام من 2009 ونعطى هذا الخير نتعلم والله يعمل إن شاء الله يكون نافع سنين هذه مع مرة الحملة وهذه السمانة هذه اليوم إن شاء الله أطاحت الخير كثير رجية من الصمارة الحمد لله هذه شعال لم يشفنا المثيل هذه كثير من 15 سنة أو لا وهذا الود هذا ما يحمل الحمد لله يجود نتعلم الله معمره يريض يكمل لأن الله كريم ودائما يجود علينا ويكرمنا إن شاء الله هو إذا مشهد خريفي افتقدت حاضرة الشرق لسنوات قبل أن تعود الأجواء الممطرة لتفتح باب الأمل مجددا في تحسين وضعية الموارد المائية التي كانت تعاني من خصاص حاد كما تبشر بانطلاقة موسم فلاحي وعد ماذا تغير في الوضعية المائية بجهة الشرق منذ الثامن والعشرين من غشت إلى حدود أمس السؤال لضيفة الذهيرة تنضم إلينا من وجدة نرجس لعمارتي سفيان ومديرة وكالة الحوض المائي ملوية أهلا بك سيدة نرجس إذن ليلة ماطرة البارحة في وجدة كما جاء في شهادات من استجوبهم عبد الحميد المرابط رحمة الله واسعة أمطار مهمة عرفتها منطقة الشرق منذ الثامن والعشرين من غشت وبداية خريف ماطرة جدا ماذا غيرت في الوضعية المائية في الجهة ككل بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين أولا شكرا للقناة الدوزيم لاستضافة فعلا فهي فاتحة خير بالنسبة للسنة الهدرولوجية الحالية التي نرجوها ونتمنى تكون أنها ممطرة بعدما مرت علينا ست سنوات عجف فبفضل تساقطات الماطرية الأخيرة وأمطار الخير التي كانت استثنائية كثير يومي 11 و12 في هذا الشهر تمكنت من تحيين أو من تحسين الوضعية المائية لجهة الشرق بحيث أن الواردات المائية التي استقبلت هذه السدود في الجهة كانت تقدر بأكثر من 222 مليون مكعب فعلى سبيل المثال سيد محمد الخاميس استقبل واردات جيد هامة بالغاية 97 مليون مكعب أي مرنا من 19 مليون مكعب التي كانت فيه في أواخر شهر غش إلى 116 مليون مكعب في يومنا هذا أي بواحد نسبة المال التي وصلت 76% بالنسبة لسدودزا كما قتل الأخت سناء فهو بلغت قريبا 100% بحيث أن الواردات التي دخلت له تقدرات 145 مليون مكعب في حين أنه كانت فيه 86 مليون مكعب في أواخر شهر غش والآن توفر على 299 مليون مكعب بالنسبة سدي 0 بإقليم في قيق والذي يلعب دور هام في سقي 1 في قيق فهو الحمد لله بالغوح لنسبة المال 100% عندما نتحدث عن نسبة نسبة مل السدود بالجهة الشرقية ممكن نتكلم كملي المعلومة الرقم للجهة ككل اليوم نسبة مل السدود بالجهة الشرقية فهي بالغوح 83% أي بواحد الحجم إجمالي مخزن التي تقدر بـ 327 فصيلات 70 مليون مكعب في حين أن في السنة الماضية في نفس الفترة في نفس اليوم كانت عنا 218 مليون مكعب وواحد نسبة المال التي كانت 55 مليون مكعب هذه الوريدات المائية المسجلة على مستوى السدود سيكون عندها نفع كبير على الجهة الشرقية سيدة نرجس سيدة نرجس عندما نحية تأمين تزويد بالماء الصالح للشرب عندما نتحدث عن نسبة ملء في تقريبا في ثلاثة سدود في الجهة تصل اليوم إلى 100% كيف يتم تدبير الفائض إذا ما تجاوزنا نسبة الملء 100% في حالة مشابعة إذا تدبير الفائض بالنسبة للواتزة الحمد لله تم تحويل ما يقارب تقريبا 18 مليون مكعب إلى سد واتزة يعني هذا الفائض ما دعش إلى سد محمد الخاميس عفوا إذا مشام سد واتزة إلى سد محمد الخاميس بالنسبة للسد في صفور ركيزة فالفائض تم إطلاقه في المجرى المائي واللي ستنفع فرشاة المائية دعني أعود إلى المعطيات التي فصلت فيها سيدة نرجس العمارتي مديرة وكالة الحوض المائي لملوية نتحدث اليوم عن نسبة ملء مهم جدا أتذكر كنا قد استضفناك في نشرة خاصة بوجد وتحدث لنا عن إجهاد مائي في الحوض هل اليوم بفضل هذه التساقطات المطرية يمكن أن نتحدث عن تجاوز وضعية الإجهاد الماء في هذا الحوض الحيوي فعلا هذه التساقطات المطرية كان لها واحد الأثر جد كبير على الجهة الشرقية بحيث أنها ستمكن تأمين تزويد الماء الصالح للشرب المدن التي تزود من السدود كمثلا عمل وجداء إقليم توريرت والمراكز المجاورة كذلك بالنسبة لتطعيم فرشة المائية كيف ما قلت والذي ستساهم في تأمين تزويد الأقاليم التي تزود بالفرشات المائية المياه الجوفية كمثلا الإقليم في جرادا بالنسبة لنا دور بركان الحمد الحمد لله التي تزود من محطتين الضخم العلي وكذلك عارفون أنتعاشا بفضل التساقطات المطارية هذا كله مزيان ولكن لا يريد أن نقول أننا تعدينا هذه المرحلة لإيجاد المائي فما تتعرف سيداتي فالأتار تقلبات المناخية ما زال ما تنعرف ما سنستقبل واحد سنة ممطرة طول سنة وش سنوات لما ستكون ممطرة أو لا فلهذا واجب الحرص ويستلزم الحرص الشديد على ترشيد استعمال الموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة فكل قطرة ماء المهمة ونحن في أمس الحاجة إليها شكرا لك نرجس مارتي سفيان مديرة وكالة الحوض المائي لملوية كنت معنا مباشرة من وجدة وعلى صعيد الوطني إلى غاية يوم أمس الأحد بالغت نسبة الإجمالية لملء الصدود أزيد من 28% نفصل أكثر في هذا المعطى مع نادية اليوبي تعد وتقدم كل اثنين فقرة ظهيرة الاثنين بيئتون أهلا بك نادية أهلا بك سلام إذن اليوم نسبة المال تصل إلى 28.8% ماذا عن الوضع المائي في معظم السدود شاهدنا قبل قليل نموذج منطقة شرخ ماذا عن ما تبقى من السدود الحمد لله لهذه الأمطار لهذه الصور التي نرىها تشرح النفس وصراحة بالنظر إلى مقييس تسقطات الرعدية القوية التي شهدتها مجموعة من الأقاليم نستشعر تلك الراحة النفسية صراحة لأن الأمل بدأ يلوح في الأفق بقدوم موسم مطير إن شاء الله هذه التساقطات أحدثت تطفقات فيضانية سهمت في دخول حجم مهم من الوردات المائية بأربعة سدود في حوض كير زيزغريس على مستوى مناطق الجنوب الشرقي للمملكة وبلغ مجموعة الوردات المسجلة بسدود الحسن الداخل قدوسة تنقط بإقليم الرشيدية وتضغى بإقليم تنغير بلغ مئة واثنتين وثلاثين مليون متر مكعب منذ بداية التساقطات الرعدية في 23 من شهر غش إلى غاية الحادي والعشرين من شتنبر بالنسبة لسد حسن الداخل فقد استقبل خلال هذه الفترة ما يقارب 70 مليون متر مكعب فيما استقبل سد قدوسة ممجموعه 52.7 مليون متر مكعب بينما سد توضغى استقبل 5.2 ملايين متر مكعب والسد تمقيت استقبل 4.2 ملايين متر مكعب لنعرج الآن على جهة الشرق شرق المملكة حيث تساقطات المطرية الاستثنائية هذه رفعت وبشكل ملحوظ من منصوب المياه بالعديد من السدود حتى وصل بعضها إلى طاقته الاستعابية القصوى فحسب وزارة التجهيز والماء ارتفعت الوردات المائية بسدود جهة الشرق بنسبة 147 في الماء فقط مقارنة بالعام الماضي مما يشكل زيادة هائلة في المخزون المائي للمنطقة وقد تصدر في جيغ هذا الاقليم تصدر قائمة التساقطات أو المناطق الأكثر تساقطا حيث تسجل بهذا الاقليم 108 مليمترات تساقطات أهدت حقينة السدود ما يفوق مليون متر 288 مليون متر مكعب أي بزيادة قدرها 133 مليون متر مكعب إضافة إلى ثلاثة سدود أخرى بلغت تقطوى الاستيعابية القصوى وهي سد واتزا وسد سفصف وسد اركزا وستساعم هذه الموارد المائية المهمة لا محالة في تأمين التزويد بالماء الصالح للشعوب لعدد هام من المدن والجماعات الترابية بالإضافة إلى إنعاش الفرشة المائية وكذا توفير مياه السقي وذلك بعد ست سنوات متتالية من الجفاف والحمد لله اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كنا نتحدث عن الجفاف اليوم نتحدث عن الوفرة في المياه في سدودنا الحمد لله الحمد لله بداية خريف ماطر في انتظار أن تكون تساقطات المطرية منتظمة وتعم باقي أو جل مناطق البلاد ما شاهدنا ما توقفت عنده نادية اليوبي هل يخرجنا من حالة الإجهاد علما أن تساقطات المطرية تمركزت في مناطق ما كانت لتعيش موسما أو بداية خريف ماطر بالمقابل لا تزال الحالة بدون مطر في مناطق أخرى شنو تغير نادية تغير شيء الكثير سناء ولكن ولم يتغير شيء سوف نشرح لكن دعينا نتوقف هنا لهنيها في حديثنا عن الفيضانات الأخيرة لنوضح أن ما نعيشه اليوم من تطرف في الاتجاهين هو القاعدة صراحة وليس الاستثناء هو هذا الشيء الذي لم يتغير أنها قاعدة وليست استثناء نحن نصل أقصى مستويات الفيضان ونصل أيضا أقصى حدود الجفاف سد المسيرة مثلا وسدود أخرى تقع شمال وسط ووسط البلاد تنظر بأزمة مائية مستمرة عكس الجنوب الشرقي وشرق المملكة ففي الغالب كانت الفرشة المائية لمنطقة الجنوب تتغذى على المياه القادمة من ذوباني الثلوج والنافجة عنها إلا أن هذه المرة وبعد كمية التساقطات التي عرفتها الجهة سوف تأخذ حاجتها من الأمطار التي عادة لا تتساقط بهذه الكمية في هذه المناطق ذات المناخ الشبه الصحراوي سوف تأخذ حاجتها من الأمطار هذا الوضع يعيدنا إلى الأحداث نفسها خلال فيضنات سبعينيات وثمانيات القرن الماضي للأسف لم يتغير الشيء الكثير على مستوى البنية التحتية وأيضا على مستوى وعي بعض الساكنة كلما زارت الأمطار هذه المناطق إلا وصادفت في طريقها بنية تحتية هشة وغياب تام للسدود التلية التي تلعب دورا مهما في تجميع مياه الأمطار وتقوية الفرشة المائية وجود السدود التلية في هذه الظرفية من شأنه إنقاذ النشاط الزراعي الذي تضرر كثيرا أمام توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات خاصة أشجار النخيل التي تعدد مصدر عيش جزء مهم من ساكنة هذا المجال أما إذا عرجنا على المسؤولية المشتركة للسكان والمؤسسات التي تمدهم بترخيص البناء فتشيد المنازل في المجال المائية يعتبر خطأ فادح لماذا؟ لأن الويديان تحتفظ بذاكيرتها بذاكرة خط سيرها كلما هطلت الأمطار وهذا ما يفسر لنا سناء أن المنازل التي شيدت عند خط سير الويديان هي تهدمت بشكل كلي وبشكل جزئي لماذا؟ لأن هي من بسطت سيطارتها على الوادي والوادي لم يفعل شيء للأسف وخارج المغرب الصورة أكثر قتامة نادية اليوبين تحدث عن اليابان أمطرت وبغزارة شديدة حيث تخطى منصوب المطر القياسي تخطى 540 مليمترا ما تسبب في مقتل 6 أشخاص فيما تم إجلاء أكثر من 110 ألاف شخص من منازلهم في جزيرة إيشاكاوى تاريخ غانم معه التفاصيل ساعات الرعب حبس فيها هذا الرجل أنفاسه بعد أن غمرت السيول منزله بمنطقة إيشاكاوى اليابانية أتلفت تجهيزات البيت حتى الذكريات لم تسلم من تدعية الأمطار الغزيرة عشرات الأنهار ترفضت وتسببت في انهيارات أرضية خلفت 6 قتلى وفق تهكيد السلطات اليابانية كمية التسقطات بين يومي السبت والأحد تجاوزت 540 مليمترا رقم غير مسبوق منذ 45 سنة على الأقل وضع نجم عنه انقطع للكثير من الطرقات والكهرباء عن 6200 منزل والمياه عن 1700 منزل آخر ودعوت حوالي 110 ألاف شخص إلى مغادرة بيوتهم وإعلان حالة التأهب القصوى والتأهب في أعلى درجاته بكوريا الجنوبية بعد تسجيل مقتل شخص ويجلأ نحو 1500 شخص آخر بسبب الأمطار الغزيرة والقياسية في المناطق الجنوبية للبلاد انهيارات وفيضانات غمرت 170 منزلا وثلاثة مصانع ومستشفى واحد وأكثر من 4000 هكتار من الحقول الزراعية مع تولي الساعات تشتعل أكثر الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بيروت أغلقت المدارس أمام ضغط الغارات الإسرائيلية تل أبيب نفذت أكثر من 300 هدف لحزب الله اللبناني في جنوب وشرق لبنان في هذه الرقعة تحديدا أغلقت المدارس فيما دع الجيش الإسرائيلي السكان في هذه المنطقة إلى الابتعاد عن مواقع الحزب وذلك للمرة الأولى منذ بدء تبادل القصف بين حزب الله اللبناني وإسرائيل زهراء يتخل مع التفاصيل على الهواتف الثابتة والنقال تلقى سكان العاصمة بيروت ومناطق لبنانية أخرى رسائل تحذيرية مصدرها إسرائيل تطلب منهم إخلاء أماكن تواجدهم سريعا وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية صنفت الرسائل على أنها إحدى سبل الحرب النفسية التي تسلكها إسرائيل في هذا الصراع وقبيل ذلك دعا الجيش الإسرائيلي ولأول مرة القريبة من مبان ومناطق يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية دعاهم إلى الابتعاد فورا عن دائرة الخطر من أجل سلامتهم يوازي التحذيرات الإسرائيلية غارات مكثفة استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان وفي شرقه أسفرت وفق الإعلام الرسمي اللبناني عن مقتل شخص واحد على الأقل هذا الصباح ما يجري وما يشن من غارات مكثفة بشرق وجنوب لبنان وصفه وزير الدفاع الإسرائيلي بالمرحلة الجديدة في القتال قتال تصاعدت حدته منذ الأسبوع الماضي عقب تفجيرات طالت أجهزة اتصال يستخدمها عناصر حزب الله أوقعت 37 قتيلا وأكثر من 3200 جريح وفي أعقابها أوقعت غارة جوية استهدفت الجمع الماضي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت نحو 50 قتيلا بينهم قيادي بارز في حزب الله فيما رد الحزب اللبناني بإطلاق الصواريخ استهدفت مجمعات للصناعات العسكرية وقاعدة إسرائيلية قرب مدينة حيفا شمال إسرائيل والصواريخ المستخدمة يؤكد حزب الله هي الأبعد مدى منذ بدء التصعيد تشتعل إذن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في وقت تدخل فيه الحرب الإسرائيلية في غزة سنتها الأولى في السابع من أكتوبر اندلعت الحرب والمحتل الإسرائيلي يصر على المضي في حربه بحصيلة شهداء ثقيلة جدا تتخطى واحدا وأربعين ألف فلسطينية معظمهم نساء وأطفال فيما البنية التحتية في القطاع تدمرت بشكل شبه كامل والحرب تدخل سنتها الأولى نواصل هذه المرة في نيويورك حيث ترأس رئيس مجلس المستشارين النعمة ميارا ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ورئيس الجمعية العام الثامنة والسبعون للأمم المتحدة ترأس أشغال ندوة رفيعة المستوى نظمتها الجمعية البرلمانية المتوسطية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تناول هذا اللقاء الدعم البرلماني لاستعادة الثقة في الحوكمة المتعددة الأطراف ثم الدور المنوط بالبرلمانات على المستويين الوطني ودولي من أجل السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية وأهداف نفاق المستقبل لا سيما من خلال مؤسسات الحكام الجيدة ونعبر اللحظة إلى الشق الثاني من الظهيرة وتتابعون بعد قليل على مشارف انتهاء الإحصاء العام السابع روبرتاج الظهيرة نصوقه من بن ملال الرقم مكنت من جمع الموطيات في مدة وجيسة روبرتاج الصفحة الثقافية لظهيرة يقودنا إلى قلعة سرغنة طوت النسخة الثالثة لمهرجان الفنون الثراطية بعد أربعة أيام أبدعت فيها ثمان عشرة فرقة قبل ذلك دخل الخدمة اليوم الخطة الثالث ثم الرابع لترامواي الدار البيضاء خطان يعززان شبكة الترامواي العاصمة الاقتصادية للمملكة باتت اليوم الشبكة شبكة الترامواي تمتد على مسافة إجمالية تقترب من مئة كيلومتر تارق غاني في روبرتاج جهان دوبلالي هذا الصباح من الدار البيضاء أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا وها هو ترامواي الدار البيضاء في خطيه الجديدين يصل بعد طول انتظار خدمة النقل العام في أكبر حوادر المملكة تتعزز بالخطين الثالث والرابع وذلك في محاولة لتخفيف الضغط على وسائل النقل العمومي السلطان المدينة هذا الخط هو أين ينزل السلطان ينزل من نسبة سيركلاسي لا يوجد شيء طال أنا ركب سمت محطة سباسة الحمد لله لحد السعار ركبين مرتاحين مهم قرب لنا المسافات الحمد لله مهم والله زي ما قرب علينا الخطوات يو الحمد لله أربعون قاطرة قوام الخطين بشبكة ستغطي 98 كم وتضم 151 محطة ركاب إضافة الخطين ستعزز خيارة التنقل الأمنة لسكان الدار البيضاء كنا كنا نأخذ التاكسيس كنا نأخذ الطوبيس ولكن الحمد لله بلترامرهم زيان يعني وفرعنا بزاف الحواج البصة اللي تيجا لي كنتمشي لي كنتمشي لي ممتاز تبارك الله لأنه كان الكتافة ديال الناس اللي كهودوا من هذه المناطق من سباتها من عين الشوق من اسمته جميلة خمسة جميلة أربعة جميلة سبعة كل شيء هود من تموالي الله الحمد لله هذا يكون ممتاز إن شاء الله خطوط الترامواي والباسواي الرهان عليهم كبير في إحداث طفرة نوعية في هذه الخدمة وأن تنهي مشكلة يومية مستعصية بالنسبة لساكنة الدار البيضاء عنوانها النقل وتنضم إلينا من إحدى نقاط الخارجية بالدار البيضاء جيهان الدبلالي أهلا بك جيهان إذن في الخامسة والنسب صباحا دخل الخدمة أتحدثنا عن الخط الثالث والرابع للترامواي الدار البيضاء جيهان كما نشاهد خلفك في هذا البت المباشر انطلقت الخدمة في هذين الخطين الثالث والرابع سؤالية ما صار الخطين معا جيهان واشكا تسمعيني جيهان واشكا تسمعيني نعم سناء نعم إذن في الخامسة والنسب فجرا انطلق العمل بالخطين ثالث والرابع للترامواي الدار البيضاء الذي يعزز شبكة الترامواي في العاصمة الاقتصادية ماذا عن مصار الخطين معا نعم سناء أهلا وسهلا وكما تشاهدون نتواجد في هذه الأثناء هنا بالمحطة النهائية أو نهاية السير تيرمينيوس الدار البيضاء الميناء هذه المحطة تعتبر من ضمن 151 محطة تؤمن السير على مصاري حضاري يصل إلى 100 كيلومتر منها 24 كيلومتر مخصصة للخطين الجديدين الخط الثالث سناء يربط كل بين حي الوحدة سباتة وصولا إلى هنا الدار البيضاء الميناء فيما الخط الرابع يربط كل من سيد اعتمان إلى شارع موليوس في حديقة الجامعة العربية وصولا إلى حديقة الجامعة العربية مرورا بوسط المدينة المدينة إذن هو أسطول جديد لأربعين قاطرة من الجيل الجديد يصل طول كل قاطرة إلى 64 مترا فيما الطاقة الاستيعابية تفوق 600 مسافر قاطرات مجهزة بأنظمة التكييف والأنترنت داخل القاطرات وخارج القاطرات بالمحطات كذلك هناك أنظمة المراقبة وعناصر من الشركة المكلفة بالترامواي سنشر إلى أن هناك ستة خطوط الآن تحتوي عليها مدينة الضار البيضاء أربعة خطوط مخصصة لترامواي خط أول وثاني وثالث ورابع وخطين للباسوي الذي كان قد انطلق في شهر مارس المنصرم إذن خطان يعززان هذه الشبكة من النقل العمومية جهان تذكرة هل تؤمن لصاحبها الاستفادة من الباسوي والتراموي أيضا نعم هناك تقريبا 12 نقطة مواصلة بين التراموي والباسوي تذكرة واحدة تؤمن للمواطن البيضاوي التنقل بين الباسوي والتراموي ونشير على أنه لم يطر أي تغيير بالنسبة لأتمنة التذاكر 8 دراهم بالنسبة للتذكرة العادية 6 دراهم بالنسبة لمن لديه البطاقة والجديد الآن 230 درهما كنخراط شهري يؤمن جميع الخطوط في جميع الأوقات بين الباسوي والتراموي سناء كنذكر أن توقيت ديال التراموي هو الخامسة والنصف فجرا إلى حدود العاشرة والنصف ليلا شكرا لك جهان كنت معنا مباشرة من إحدى النقاط الخارجية بالدار البيضاء نقطة نهاية التراموي كنت معنا مباشرة من محطة ميناء الدار البيضاء كما أسلفت ذكرى في العنوين في ظروف توصف بالجيدة تتواصل عملية جمع المعطيات في الإحصاء العام للسكان والسكنة بفضل الانخراط الواضح للساكنة وأيضا بفضل الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية التي تم تأمينها لأجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني خاصة الرقمنة أمنت جمع المعطيات في وقت وجيز من ابني ملال تحديدا من فقي بن صالح عبد صمد طعام بهذه القاعة ونحن بترابي جماعات دارو لا تزيدوه بإقليم لفقي بن صالح يعكف المشتغلون في الإحصاء العام للسكان والسكنة على تدقيق المعطيات وذلك بعد إتمام جمعها في حيز زمني أقل من المتوقع بفضل الانتقال الرقمي بفضل وسائل الرقمانة واللوحات الإلكترونية التي مدتنا بها المندوبية السامية التي تخطط تمكننا أن نساليها قبل من المدة المحددة التي هي عشرين يوم ودابا بقالينا عشر أيام التي نجتمعين هنا في القاعة هذه نديره رفع جودة المعطيات بقتلنا هذه العشر أيام باش نراجع المعلومات والزم فغماسيو اللي تم تجميع ديالها خلال هذه عشرين يوم اللي دازت باش نفيري فيه ولا كان شي حاجة ماشية الليه ولا كان شي حاجة مغلوطة من طبيعة الحال ونرقبوا لجودة المعلومات ونتمنى أن نكونوا أدينا الواجب ديالنا على أكمل وجه وقال المسؤول الإقليمي إن العملية تسير في ظروف جيدة بفضل الإنخراط الكبير لساكنة بالوسط الحضاري وبالمناطق القروية وتقديم السلطات المحلية لدعم فرق الإحصاء وفق الشروط القانونية كما كان للأنظمة المعلوماتية دور في العمل بفاعلية أكبر ودائما في المندوبية السامية التقيد تعودنا الدقة إلا أن التكنولوجيا الحديثة اليوم الاستمارة الرقبية سيتمكننا أكثر في الدقة والجودة وسيتساعد أيضا على التسريع في النصر النتائج ويشارك في هذه العملية على مستوى الإقليم مجموعه 625 شخصا فضلا عن فرق إدارية وأعوان السلطة بالوسطين الحضاري والقروي إنجاز طبي وطني غير مسبوق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سنا بالرباط حيث قامت الفرق المتخصصة بالمركز بتعاون مع فريق طبي بمستشفى بول بغوس من إجراء عمليتي زراعة كبد من متبرعين أحياء أجريت العملية الجراحية الأولى لشابة تبلغ من العمر 19 سنة تعاني من فشل كبد حاد أدخلها مرحلة الغيبوبة فتبرع والدها بفص الكبد الأيسر وبعد مرور أقل من 36 ساعة في نفسي المركز أجريت عملية زراعة للكبد هي الثانية لصالح مريضة تبلغ من العمر 65 سنة تبرعت لها ابنتها البالغة من العمر 33 سنة تبرعت لوالدتها بفص الكبد الأيمن في تنجا علمنا من مصادر أمنية أن شرطة تنجا قد أوقفت المشتبه فيها فيما بات يعرف بقضية مجموعة الخير الرئيسة المشتبه بها المبحوث عنها في قضايا النصب والإحتيال على مجموعة من الضحايا المحتملين الذين تقدموا بشكايات ضدها يتهمونها بسلبهم مبالغ مالية مهمة تراوحت ما بين 72 مليار سنتيم أو ربما أكبر من ذلك فيما بلغ عدد المشتكين أزيد من 650 شكاية ونختم الظاهرة بصفحة ثقافية تقودنا إلى قلعة سرغنة طوت أمس النسخة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الثراطية بمشاركة 18 فرقة أبدعت على مدى أربعة أيام فن الحوزي فن عريق تربع على عرش قلوب سكان منطقة قلعة سرغنة ونواحيها منذ قرون عدة أصبح عنوانا لثقافة محلية تأبل اندثار رقصة شعبية عريقة تعد تقليدا اجتماعيا ندى أهلها في موسم الحصاد أنذاك موسيقى 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 موسيقى